بسم الاب والابن الروح الكدس الالالوحد امين اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زبيحة التزبيح الغرض من ان احنا بنصلي الاداس الالهي في الكنيسة وان احنا نقدم زبيحة ان احنا نقيم سر التناول وزبيحة الاداس ما هيش ابدا تكرار للصليب لانه السيد المسيح قدم نفسه مرة واحدة كحمل بلعيب عن خلاص البشرية لكن زبيحة الاداس هي امتداد واستمرارية للصليب لانه زبيحة السيد المسيح على الصليب هي زبيحة غير محدودة لا يحدها زمن ولا يحدها مكان هي زبيحة حية ممتدة قادرة انها تخلص كل زمن وفي كل مكان فالاداس الالهي هو استعلام وحضور فعلي لزبيحة الصليب جوة الكنيسة وفيه بيتحقق القول اللي قاله السيد المسيح انا معكم كل الايام وقال انقضاء الظهر لكن عشان نفهم زبيحة الاداس زبيحة العهد الجديد تعالوا بنا الاول نشرح مراسم الفصح اليهودي اللي كان بيتعمل كل سنة واللي فيه في اليوم ده اسس السيد المسيح سر التناول وزبيحة العهد الجديد كان في الفصح اليهودي كان بيجلس الاب على رأس رأس المائدة الفصحية يعود على رأس المائدة وكانت الام تقعد قدامه النحية التانية على المائدة وكان الاولاد يعودوا على الجنبين بحسب عمرهم بحيث ان الابن الاجبر يعود على يمين الاب وبعدين نلف حسب اعمار الاولاد لغت ما نوصل للابن الاصغر يعود على شمال الاب متكئا في حضنه قريب منه شوية لازق فيه وكانوا يحطوا على المائدة الفصحية دي متطلبات العيد متطلبات عيد الفصح زي ايه؟ زي طبعا غير خروف الفصح وغير بقية انواع الاكل كان فيه حاجات لازم تكون محطوطة على المائدة الفصحية لازم يكون فيه كأس اسمه الكأس الفصحي يتحط على شمال الاب وهو قاعد وكأس تاني اسمه كأس النعمة يتحط على يمين الاب وهو قاعد وكانوا يعملوا فوطة في وسط الكأسين دول على شكر حرف الدابلو او الميوء الابطي تتحط ما بين كأس النعمة والكأس الفصحي وكانوا يحطوا كمان تلت فطائر يعني خبز ملة يعني عجين فيه خميرة بس ملحقش يختمر كانوا بيعملوه مخصوص لعيد الفصح كانوا كل سنة يعملوا الطريقة دي او الخبز ده مخصوص لعيد الفصح ويسموه في اسرائيل ماتساه ماتساه اللي هو الخبز المخصوص اللي كانوا بيعملوه او الفطيرة المخصوصة اللي كانوا بيعملوها عشان يحتفلوا بيها في عيد الفصح وكانوا يحطوا الثلاث فطائر دول في سنيات الفوطة واحدة قدام الأب كده والتنين التانيين كده وكده وأثناء جلوس العيلة على المائدة الفصحية دي علشان يكلوا كان غير مسموح أن حد يتكلم مع الأب الوحيد اللي كان مسموح له أن يتكلم مع الأب هو الإبن الأصغر اللي قاعد على شماله متكأن في حضنه يهمس في ودنه يوشوشه يعني وأي حد عنده سؤال عايز يوجهه للأب كان يبقى عن طريق هذا الإبن الأصغر وأثناء أكل الفصح كانوا يقروا أجزاء من الأصفار وبما فيها جزء من سفر الخروج إصحاح 12 بالتحديد من آية واحد لآية 11 وده الجزء اللي كان بيتكلم عن الوصية اللي ربنا إداها لموسى وهارون عن كنفية إعداد خروف الفصح والمواصفات بتاعته خلال الأكل يعني بناكل خروف الفصح فأثناء الأكل خلال الأكل الأب كان ياخد الكأس الفصحي ده اللي على شماله وياخد منه شوية ويمرره على بقية أفراد العيلة كل واحد ياخد منه شفطة وكل ده هما بيعملوه بيأكلوا خروف الفصح وبياخدوا جزء من الخمر أو عصير العنب اللي كان موجود في الكأس الفصحي وكل ده بيحصلوا هما بيصلوا أو بيسبحوا المزمور الكبير من سفر المزامير خلصنا الأكل عند نهاية الأكل كان الأب ياخد الفطيرة الوسطى اللي قدامه دي ويقسمها نصين النص منه يرجعوا مكانه في سنيات الفوطة والنص التاني يقطعوا ويوزعوا على بقية أفراد الأسرة بقية أفراد العيلة وفي الوقت ده ابنه الصغير هو الوحيد المفروض يتكلم معاه أو مسموحني يتكلم معاه يقوله ما هذه الخدمة أنت بتعمل إيه يعني ما هذه الخدمة زي ما جه في سفر الخروج إصحاح 12 آية 26 فالأب يجيبه ويقوله هذا هو جسد السلسلة التي انقصرت من أجلنا في مصر فهذه الخدمة نصنحها تذكارا لذلك ولما يسمع الإبن الإجابة دي يقوم رايح آيم فاتح باب البيت اللي هم قاعدين فيه عشان يشوف يا طرق إليه يا جيه ولا لسه عشان يعلن قدوم المسية اللي هم كل اليهود منتظرين كان كل اليهود بيعرفوا أن الفطيرة الوسطى دي وأنه تقطعها بالشكل ده مرتبط بقدوم المسية اللي كل البشرية منتظرها وأن الارتباط ده هنفهمه لما المسية ييجي عشان كده كانوا بيسموها سر الفطيرة المختبئة وفضل اليهود مئات السنين يعملوا الفصح بنفس الترتيب ده أو بنفس الطريقة دي وعلى مدار مئات السنين دول فضل كأس النعمة بيحطوه على المائدة الفصحية ومحطوط فيه عصير عنب لكن محدش يلمسه محدش يشرب منه بس بيستعملوا الكأس الفصحي ففضل الموضوع ده سر كلهم عارفين أنه هيتفك لما ييجي المسية لما يتجسد الله بعد عند التجسد السيد المسيح بدأ كمان في التلات سنين اللي خدم فيهم خدمة جهرية بدأ هو كمان يعمل الفصح مع تلاميزه كل سنة برضو بنفس الطريقة فكان يعود يهوزا الإسخريوتي على يمينه لأنه كان أكبر التلاميذ سنة وبعدين بقيت التلاميذ ويعود يحنى الحبيب على شماله متكئا في حضنه لأنه كان أصغر التلاميذ سنة وده يخلينا نفهم بالمناسبة اللي جه في الكتاب المقدس هو اشمعنا بطرس لما حب يسأل المسيح هو مين اللي هيسلمك فخلى يحنى هو اللي يسأله كان النظام كده في المائدة الفصحية طب هو ليه بقيت الناس مسمعوش السؤال لما المسيح رد على يحنى وقال له الذي يغمس معي في الصحفة لأنه كانوا بيوشوشوا بيوشوشوا بعض فما نفهم جلسة المائدة الفصحية هنفهم اللي حصل يوم خميس العهد في اليوم ده فهمنا كمان سر الثلاث فطائر انه هما اشارة للسالوس الكدوس احنا خدنا الفطيرة الوسطى دي دي اشارة للتجسد الابن اكنوم من ضمن الاقانيم التلاتة تجسد والاب لما اسامها اتنين ووزع واحدة دي اشارة للالام اللي اتعرض لها السيد المسيح ولما اعاد النص التاني لمكانه في سنيات الفوطة ده اشارة لدفن السيد المسيح والفطيرة الوسطى دي لما رجعت مع الفطرتين التانيين ده اشارة الى الايامة والصعود ان الابن بعدما اتم فترة التجسد على الارض صعد الى السماء مرة تانية عشان يكون مع الاب والروح الكدس طبعا هو مالي الكل لكن دي اشارات لنا احنا عشان نفهم معنى السالوس في العشاء الاخير في يوم خميس العهد كشف السيد المسيح سر الفطيرة المخفية فلما فلما سألوا يحن الحبيب ما هذه الخدمة زي ما بيحصل كل سنة اتفاجئوا انه السيد المسيح بيقولهم هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم ده مش بس كده ده كمان التلاميذ اتفاجئوا انه السيد المسيح لأول مرة يمسك كأس النعمة ويقولهم خذوا شربوا هذا هو دمي الذي يصفك يصفك عنكم كأس النعمة اللي كان كل الناس اليهود منتظرين ان ده سره يتفك مع الفطيرة الوسطى دي سرهم اللي اتنين يتفك مع كدوم المسيح في اليوم خميس العهد السيد المسيح فك السر ده بعد ما شكر على الخبز وعلى الكأس اداهم للتلاميذ وقال لهم خذوا كله هذا هو جسدي خذوا شربه هذا هو دمي الذي يصفك عنكم فمعدش بقى في اليوم ده في يوم خميس العهد ماعدش في احتياج ان يحنى يقوم يفتح الباب عشان يتوقع كدوم المسيح اللي فتحوا المرة دي بقى هو يهوز الاسخريوتي اللي الشيطان دخلوا وقرر ان هو يسلم السيد المسيح وبكده في يوم خميس العهد وضحت اسرار كانت مخفية وكانت مرتبطة بتجسد الله سيد المسيح اسس سر التناول بنفس المائدة الفصحية اللي كان اليهود بيعدوها للفصح كل سنة لكن هو بس كشف في السرين الفطيرة الوسطى دي كان شكلها ايه وبتشير لايه وكأس النعمة اللي ما كانش حد بيلمسه ده كان شكله ايه وبيشير لايه وفي اليوم ده السيد المسيح قالنا حاجة لازم كلنا بنتبح لحد دلوقتي قال اصنعوا هذا لذكري يا ترى كان يقصد ايه السيد المسيح بالكلمة دي خلونا نعرف قصد السيد المسيح لكن بنعمة ربنا الحلقة الجاي اما الهنا فقد اعاننا الرب الذي له المجدد دائم الى الابد امين اشتركوا في القناة